اشتركوا في القناة وقد خلقكم من العدم وأنعم عليكم بأصناف النعم ثم يميتكم عند استكمال آجاركم وعند البعث والنشور يحيكم ثم إليه مرجعكم وبالجزاء الأوفى يجازيكم فما هذا إلا سفه وحماقة علم التفسير زي أي علم لأسس وعلمات التفسير هم المختصين بالتفسير تفسير القرآن الكريم بيعتمد على عدة مصادر أولا تفسير القرآن بالقرآن ثانيا تفسير القرآن بالسنة الشريفة ثالثا تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين وأخيرا تفسير القرآن بالرأي تطابق هذه الآية الكريمة آية أخرى في سورة غافر قال تعالى قالوا ربنا أمتنا سنتين وأحييتنا سنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل نقطة بلغية في الآية الكريمة كان من الممكن أن الآية الكريمة تأتي على سبيل الإنكار فتكون ما ينبغي أن تكفرون بالله وكنتم أمواتا فاحياكم ويستقيموا المعنى ولكنها جاءت بالاستفهام لتفيد التعجب والإنكار والتوبيخ في وقت واحد وده أكيد من بلغة الكرآن الكريم كيف تكفرون؟ إيه معنى الكفر؟ الكفر هو جهود الإيمان وفي اللغة هو الساتر تكة صغيرة في النحو درسنا كلنا واو العطف لكن في واو تانية اسمها واو الحال إيه الفرق بين واو العطف وواو الحال؟ واو العطف بتعطف مفرد على مفرد أو جملة على جملة زي ما أقول خرج أحمد ومحمد هنا الواو بتعطف مفرد على مفرد وعندنا مثال جملة على جملة زي محمد واقف وأحمد جالس عطفنا جملة على جملة فهنا واو العطف أما واو الحال فبيأتي بعدها جملة فعالية أو جملة اسمية شرط يكون قبل واو الحال معرفة وكونتم أمواته إيه هو تعريف الموت؟ الموت هو انفصال ومفارقة الروح عن الجسد طب إزاي هو كان فيه جسد قبل الموت الأولى؟ لأ كنا كلنا عدم قال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهري لم يكن شيئا مذكورة؟ علماء التفسير والبلاغ قالوا ده على سبيل التغليب يعني إيه تغليب؟ معناه ترجيح لما يكون عندك اسمين بينهم علاقة بترجح اسمه على التاني على سبيل التسهيل أوضح مثال على اسلوب التغليب الأب والأم ممكن نطلق عليهم الأبوين وممكن نطلق عليهم الوالدين فلما أقول الأبوين أقصد الأب والأم مع الميل تجاه الأب وبالعكس لما أقول الوالدين أقصد الأب والأم مع الميل تجاه الوالدة اللي هي الأم زي في قوله تعالى وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا تفتكر الميل هنا تجاه الأب ولا الأم عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها وارضها قالت وَكَانَ يَأْتِي عَلَيْنَا الشَّهْرِ ما نستوقد نارا إنما هما الأسودان الطمر والماء والأسودان أيضا على سبيل التغليب فهو ترجيح للطمر على الماء وبكده نقدر نفهم أن الموتة الأولى ليست موتة حقيقية ولكن ذكر أنها موت على سبيل التغليب طيب وإيه معنى وكنتم أمواتا في أحياكم بعد مرحلة العدم خلق الله أجسادنا في بطون أمهاتنا ثم أرسل ملكا لينفخ الروح في الجنين وبعد ما تنتهي أعمارنا وأجلنا ثم يميتكم وده بيكون بخروج الروح من الجسد والمكلف بقبض أرواح الخلق هو ملك الموت على فكرة اسم عزرائيل ده اسم أبري لم يذكر في القرآن والسنة اسم ملك الموت قال تعالى في كتابه الحكيم قل يتوفاكم ملك الموت الذي أوكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون في يوم لا يعلمه إلا الله ينفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية فيقوم الناس جميعا من كبورهم ثم إلينا ترجعون للحساب والجزاء خلي بالك ظهر الآية الكريمة موجهة للكافرين لكن في الحقيقة الآية الكريمة موجهة لي وليك ولكل واحد بيرتكب المعاصي والسيئات وهو مسلم أو مؤمن وده على سبيل التذكير لعلنا نتوب عش يا ابن آدم ما شئت فإنك ميت الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه يقول إن الملحد بيستشهد بأطفال الأنابيب كمثال على الخلق ويرد عليهم فضيلة الشيخ ويفحمهم ويقول لهم الحيوان المنوي مستخرج والبويضة مستخرجة واللي بيحصل بالزبط هو تخصيب للبويضة بالحيوان المنوي في الأنبوبة وبعد التخصيب لابد من إعادة البويضة المخصبة إلى رحم الأم ليصبح جنين ويقلب عليهم التربيزة فضيلة الشيخ ويقول لهم أنتم لم تخلقوا شيئا وإن كنتم تستطيعون فمنعوا فرد واحد من الموت إذا كان بأيديكم الحياة والموت اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم جزاكم الله خيرا ترجمة نانسي قنقر